صرخات جديدة بوجه الفساد الحكومي في البصرة أطلقتها حناجر المتظاهرين الغاضبين ضد مشروع خسخصة الكهرباء في المحافظة ومن أمام مبنى محافظة البصرة طالب المئات من الأهالي بإلغاء خسخصة الكهرباء وتخفيض رسوم الجباية بما يتناسب مع دخل المواطن وإلا فتغيير الوجوه السياسية الحالية كما يقول المحتجون خرجت أهالي محافظة البصرة بذل تظاهرة احتجاجية على مشروع خسخصة الكهرباء الذي للاسف لم يسوق بطريقة صحيحة نتيجة الفساد من قبل المسؤولين هناك ضرورة ملحة من جماهير البصرية وجميع أبناء شعبنا البصري لضرورة تغيير الوجوه السياسية مشروع خسخصة الكهرباء يعني جباية أكبر للأموال وهو ما يرفضه ذو الدخل المحدود والمتقاعدون وهم يمثلون الشريحة الأكبر من مواطني البصرة أربعين سنة خدمة البلد يطلوننا أربعمية أربعمية هالأربعمية هاي أطيها للكهرباء ويتهم غاضبون آخرون أحزابا متنفدة بالوقوف وراء مشروع الخسخصة والانتفاع منه مؤكدين بأنهم ضد الفساد المالي وليس ضد جباية مستحقات الكهرباء هناك كتل سياسية منتفعة من هذا الموضوع موضوع الخسخصة والاستثمار الكهرباء بشكل مباشر ويجب أن يحول هذا القطاع الكهربائي يجب أن يحول الدولة نحن ليس ضد الجباية المواطن ليس ضد الجباية المواطن يدفع الجباية ولكن ضد الاستثمار الفاشل الفاسد تغيير الطبقة السياسية الحاكمة أمر لا مفر منه في حال استمر الوضع على ما هو عليه هكذا يرى المتظاهرون مؤكدين أنه حل بات مطروحا بقوة والله طبعا نحتاج أنه هذه الطبقة السياسية برمتها لأنه صراحة شعوري أنا كمواطن عراقي وشعور المواطن الآخرين أيضا أنه هذه الطبقة السياسية فاسدة البصرة شهدت قبل أيام تظاهرات مماثلة احتجاجا على تنفيذ مشروع الخصخصة حيث قام بعض المواطنين الغاضبين حينها بطرد مدير توزيع الكهرباء رافضين المشروع برمته بطرد مدير توزيع الكهرباء بطرد مدير توزيع الكهرباء